السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني الفيديو ده رقم 23 واللي هنتكلم فيه على بعض الملاحظات المهمة جدا في الأساسات ده الجزء من الكود اللي بتكلم على الأساسات في صفحة رقم 76 في الباب السادس نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها في الأساسات وهي أن احنا في الأساسات بنشتغل على two techniques أول جزء هو technique working loads ثم ultimate load يعني هنشتغل على الاتنين لكن فيه فرق كبير ما بين الاتنين أنا وهما في الأساسات عندي خطوطين متلاحقتين أول حاجة محتاجة حسب الarea of footing مساحة الأعضاء مساحة الأعضاء الarea of footing بتزاوي البي working على رد فعل التربة أو على قدرة تحمل التربة البي رين كابستي واللي بتكون في الأساس قيمة working يعني القيمة اللي بتنتجلينا من تقريره التربة بتكون قيمة working بالأساس وبالتالي لازم أقسم البي working على البي رين كابستي ماينفعش اسم البي ultimate على البي working أو على البي رين كابستي ماينفعش ده كده غلط ليه؟ لأن القيمة دي working بتتحسب من تقرير التربة working يبقى أقسم working على working عشان يديني قيمة مظبوطة دي أول نقطة تاني نقطة أبدأ أديزاين الأعضاء الديزاين of footing والكلام ده بيكون لكل الأساس هات الديزاين of footing ده بقى ده شامل البننج مومنت شامل الشير وشامل البنشنج شير دول أهم تلاتة اتشيكس طبعا في بعض الاتشيكس التانية زي البند وفيه اتشيك تاني خاص بي contact stresses وهي مساحة التلامس واللي احنا بنشيك بيها دايما على الاتصال ما بين الأعضاء العادية والأعضاء المسلحة عشان كده هتلاحظ أنه في الجوز الأول في الاعتبارات العامة اللي كان ما عليها الكود قال أن مساحة الأواعد وعدد الخوازي أو البايلز اللي هي الأوتاد يتم توزعها باستخدام أحمال التشغيل اللي هي الworking loads وبحيث لا تتعدى الإجهادات على التربة أو أحمال الخوازيق القيم المسموح بيها وكذلك فروق الهبوط المسموحة أو المحسوبة دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بنا منها أن أنا عندي شقين working و ultimate design of section وأي design of section تبقى لتحديث الكود الجديد 2018 ultimate design يعني أي design عشان أحصل منه تسليح أو تشيك على القطاع في ultimate design أما الحاجة الوحيدة اللي نستعدن فيها الworking في الأساسات هو حساب مساحة الأعضاء النقطة التانية أنه الكود بيحدد بقى هنا في الكيس دي area steel minimum للأواعد اللي هو دايما 15 من 100 لأن احنا في الحالة دي بنستخدم إجهاد عالي المقاومة يعني هو قال هنا نسبة تسليح 25 من 100 في المية في حالة لو أنت بتستعمل تسليح طري والحقيقة دا ما بيحصلش وخالص في التصميم العادي في السوق لكن الكود مدينا limitations بحيث أننا لو اضطرت أن أستعمل حاجة زي كده بعد كده الكود قال لك 15 من 100 وتقريبا دي نفس نسبة L-slabs لو نفتكر وبحد أدنى خمس أسياخ كتر 12 في المتر اللي هي دي خمسة كتر 12 في المتر يعني أقل عدد من الأسياخ في أي أساسات خمسة كتر 12 في المتر دا طبعا في الأساسات العادية أما الأساسات الشرطية الكود قال لك يمكن يصدام كتر 10 الحد لأدنى لمساحة مقطع تسليح الحرارة 20 في المية من مساحة التسليح الرئيسي ومينمم 10 في المية من الاريا كونكريت يعني 20 في المية أو 2 من 10 من الاريا ستيل مصادم في التنشن أو 1 من 10 الاريا كونكريت نقطة في غاية الأهمية الكود ذكرها في النقطة دي وهي أن الأساسات المينموم سيكنس الخاص بيها مايقلش عن 300 ميلي والبيل كابس مايقلش عن 400 ميلي وفي كلا الحالتين مايقلش سمك الأعدة عن البعد الأصغر لقطاع العمود دا وفي كل الأحوال يجب أن هو يافي بشترطات الجهاد القص والقص الساقب زي ما قلنا في الجزء دا دا القص ودا القص الساقب القص ودا القص الساقب في الشير نقطة في غاية الأهمية أن الكود قال لك أن لما بتيجي تشيك على القص في الأواعد بنتشيك على أساس الـ T-S بس عشان كده إحنا في الأساسات ما بنستخدمش كانات لأن الكود المصري قال أنه الساقنس بنتشيك بي أو الشير لما بنشيك بي على الأواعد بنشيك على أساس الساقنس بتاع الكونكريت بس ما بنستعملش حديد يقوم يبقى ساقنس الأواعد المسلحة سواء كانت isolated أو combined 30 سنتي لكن إحنا هل فعليا في السوق بنستعمل 30 سنتي حقيقة الأمر لا لكن دا الميتيشن اللي ما ينفعش إلا عنه تبقى للكود طب الميليمم ساقنس دا على أواعد كام لو هي isolated في الحقيقة ما فيش أنا ما قابلتش ومش هلاقي خالص سمك أقل أقل من 50 سنتي وده تبقى على أو تبقى لي وخبرة الشغل أنا اشتغلته قبل كده وكمان المشاريع اللي أنا شفتها سواء كانت في مصر أو في الإمارات أو في السعودية أو في قطر أو في ليبيا أو في أي مكان الحقيقة ما لقيتش سمك أقل أقل من 50 سنتي ممكن ألاقي 40 سنتي بس 40 سنتي دي مثلا ممكن ألاقيها فين في أوعد الأسوار على سبيل المثال يعني أوعد الأسوار أو أوعد الريتينين جولز حتى ممكن في الكيس دي لأن لوعد دي بتكون شايلة أحيطة واحدة أو بتكون الحمن اللي عليها مش عالي قوي لكن في غالبية الأحيان ما فيش قاعدة بتقل سمكها عن 50 سنتي في الحقيقة يعني ده تبقى للشغل اللي بالإيد بعد كده الكود ببدأ يتكلم على القطاعات الحرجة وتصميم العزوم والكود بدأ يتكلم على الكريتيكال سيكشنز في الحقيقة الكريتيكال سيكشنز مهمة هنا عشان أقدر أكون عارف أنا أصمم على إيه في الأعمدة عارفين جدا أنه ما يكون عندنا عمود أو حيطة خرصانة فالكريتيكال سيكشن بيتخذ عند وش العمود الخرصانة أو وش الحيطة الخرصانة اللي هو الجزء الأولاني اللي كود تتكلم عليه في الجزء دي وجه العمود أو وجه الحقوق الخرصاني المتصل بالقاعدة اللي هو بيديني في الشكل ده لكن بالله أنا عند حيطة مباني بريك وول والحقيقة ده بيستعمل أكتر فيه يعني هو ما زال بيستعمل حاليا في المناطق الريفية في البلدان العربية ويستعمل بكثرة على سبيل المثال في دولة العراق بيستعملوا هناك البريك وولز أو الحوائط الحملة بشكل كبير جدا بشكل ملفت يعني وبيستعملوا الحوائط الحملة ده بشكل متكرر فالكود المصري قال إنه الخاص بتصميم القاعدة إنه لما باجي أحسب العزوم أحسبه عند منتصف المسافة ما بين منتصف الحائط والحفة بتاعته اللي هو هنا ده يعني ده كده منتصف الحائط ده اللي بلون الأزرق ده واللي بلون الأحمر ده حفة الحائط أخذ المسافة بقى لبلون الأسود دي اللي ما بينهم وده يبقى الكريتا كانسكشن اللي أصمم عليه القاعدة لو أنا عندي بقى عمود كومبايند بالشكل ده أو عندي عمود ستيل عند منتصف المسافة بين حفة العمود وحفة اللوح الصلب المرتكز على القاعدة الخرصانية يعني ده البليت ده كده بليت فالكود قال لك أنت تقيسي المسافة من وش البليت لوش العمود وده أخذ منتصف المسافة ده الكريتا كانسكشن النقاط دي مهمة جدا جدا لأنه على الأساس ده لازم أنا أكون فاهم أسس التصميم اليدوي تبقى للكود عشان أقدر أصمم الكلام ده بالبرامج وأقدر أعتبد حتى في أي لحظة على البرامج ما بقاش أخذ القيمة من البرنامج جاست أن أنا بأخذها من البرنامج وبس أنا مهندس نطب أسوفت وير يوزر بعد كده القود ببدأ يحدد القطاع الحرج للقص قص للشير ده على 2 من وش العمود و أيضا القطاع الحرج للقص الساقب ده برضو على 2 من وش العمود دهめて نقطة مهمة جدا ده على 2 من وش العمود و ده على 200 من وش العمود وده القطاع اللي أنا بشايك عليه الشير و كذلك التعديل شير نقطة مهمة جدا إن أكون واخد بالي من الكريتاكات سكشن blacksهم عليها عشان ما أصممش على أي قطاع وسلام لا لازم أكون واخد بالي من الكريتاكات وخصوصا في العزوم تبقى للحالات التي ذكرهم الكود الحالة رقم واحد الحالة رقم اثنين الحالة رقم تلاتة في الاساسات الشرطية دي الكيس دي يتحقق في الاساس الشريطي الاساسات الشرطية لانا بتكلم على المباني الحواط الحاملة ومباني الحواط الحاملة دائما بيكون لها Austripe Footings او اساسات شرطية طبعا القعدة بقى دايما بنسمع كتير جدا القعدة fixed او rigid نقول القعدة rigid or flexible يعني القعدة rigid جاسئة ولا القعدة مارنة امتى يكون الاساس rigid وامتى يكون الاساس مارن اسات ذاتنا دايما في دراساتنا في الكلية ودي الاساس طبعا لاي design انت بتصممه بعد كده قالك لما تكون القعدة مستطيرة بالشكل ده كده لو حصل هبوط متماثل بهذا الشكل كده بدون اي deformations بالشكل ده دا كده حصل تشوه او deformations دا كده اسمها flexible footing ودي اسمها rigid footing ايه الفرق هتلاحظ هنا ان stress is uniform هنا stress is non uniform او هنا stress is بتقول ان هي تكون uniform اما هنا طبعا في الفلكسابر بتكون non uniform عشان كده القود بدأ يحدد وبدأ يدينا كده زي hint ان الاواعد المشتركة او اللبشة بتكون جاسئة وتوزيع الاجهادات اسوالها بيكون خطي اذا توافر اي من الشرطين يعني يكون مدينا شرطين ان على اساسهم يكون القعدة rigid or not rigid الجوز الاول من خلال حاجة اسمها k-r وهي الجساءة النسبية اكبر من او تساوي نص اذا كانت k-r اكبر من او تساوي نص دا معناه ان القعدة rigid k-r بيساوي الاسي في الاسي على الاسوال في البي cube الاسي هو معايير المرونة للخرصانة والاسوال معايير المرونة للتربة الاسي بي بقى دا اللي هو الانيرشيا عسم القصور الذاتي اللي هو الاي للوحدة من طول الشريحة يعني انا اخذ شريحة مثلا عند الاساس 3 متر خذ شريحة 1 متر والبي عرض الشريحة اللي انا اخذها دا كده اول شرط تاني شرط متوسط المسافة بين اي عمود والاعمدة المجورة له في الاتجاهين تكون اقل من 1.75 على بي البي بتساوي الجزر الرابع هتلاحظنا الجزر الرابع k في البي على 4 اي سي في الاي وطبعا الاسي معايير المرونة للخرصانة والاي هي الانرشيا وطبعا هتلاحظنا بولك الاي على بعضها دا الجساءة جساءة الانحناء والبي عرض الشريحة زي ما الكود ذكر فوق اما الكي هو معامل وينكلر رد فعلى التربة واللي بياخد في الاتبار ابعاد التربة وابعاد الاعدة الكي اذا انا حسبت البيتا وجيت احسب 1.75 على بيتا وجيت اشوف المتوسط المسافة ما بين اي عمودين اقل من الرقم دا دا معنا ان الاواعد بتاعتي رجد فالكود في الجزية دي بيحدد بعض النقاط الاساسية والمهمة في التصميم اليدوي للاساسات واللي المفروض ان احنا نكون على دراية كاملة بيها لانه الكلام دا بيفرق جدا جدا في التصميم وفهم اساسيات التصميم بعد كده اللي احنا المفروض نكون على دراية كافية بيها قبل ما نلجأ لأي سوفت وير ونعتمد على النتائج بتاعته